السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصبحكم الله بالخير جميعا اليوم يا جمعة الخير أعطيكم قصة ومثل ونبدأ قصة المثل اللي يقول اللي يجهل الصقر يشويه أو اللي ما يعرف الصقر يشويه هذا واحد يا جمعة الخير ساكن بلبر هو عييله وميمته هو بيه ومعتمد على الله ثم على طير عنده اللي هو صقر فكان كل ما بغوا يشتهو الحمة أو يشتهو الصيد أهله قالوا له وهو يأخذ فرسه ويأخذ طيره وهو يروح ويلقى ما كتب الله له أما أحبار ولا أرناب ولا أي شيء من هل يطير يعني يروح يصيده ويجيبه للبيت ويشهونه ويأكلونه ويستلسون وهذه عادته كلها سنين فجاي يوم من الأيام وقالت له أمه عييله والله يا بفلان أنا مش تهينينا الصيد وخديك تروح تجيبنا الصيد وهو بوقت مثل ما تقولون ما بين البرد وبول دخول الحر ووقت أغبار ومغبار المهم أخذ طيره كالعادة أخذ الصقر حقه وهو يروح يركبه فرسه وهو يروح وهو يمشي بهالصحراء وبعد عن عياله يدور يتلفت يتلفت ما لقى شيء وهو فاكن البرقع عن الصقر البرقع اللي حط على عيون الصقر علشان ممكن الصقر يشوف شيء هو ما يشوفه فيطلقوه عليه وفعلا الصقر لمحله هاك الخرب الخرب يا جمعة الخير اللي هو ذكر الحبارة وهو يطلبوه الطير الصقر يبينطلق عليه لما تأكد الرجال انه فعلا خربوه يطلقه يوم اطلقوا عليه وهو الخرب هذا يشوف الصقر متجهل له وهو يطير من الأرض ويطير للسماء والطير الصقر وراه وهذا دور يرتفع على فوق والصقر وراه يطلبوه ويرتفعن ويرتفعن ألا الغبار وصلوا إلى حد الغبار اللي فوق بالسماء الآن الرجال خاف يمو صلوا الغبار طيره يضيع ويبدأ يصوت الطيره وفعلا يرتفع الخرب والطير وراه يتعدون الغبار وبدأ ما يشوف لا الخرب ولا طيره وهو يطلع الملواح له الملواح يا جماعة الخير حبل طويل يحط به ريش حباره ومنعد يبدأ يدوره ويصوت الطيره علشان يرجع الطير كأنه حباره يهجم عليه وياخذه ويقدر يمسك طيره ثاني يرجع له وفي معلومة مهمة أبا أعطيكم إياه يمكن أول مرة تسمعونه سبحان الله العظيم ترى السلقه السلوقه اللي هو الصيد هذا يصيد الراعيه للي مربيه أما الصقر ترى ما يصيد الراعيه لو يقعد عنده مائة سنة ما يتربى يصيد النفسه لهذا الشيء ما يطلقونه إلا هو جوعان ولا لو يطلقونه شبعان راح وخلاهم لو عنده مائة عام الزبدة صوت الطيره صوت الطيره وهو يلوح بالملواح يصوت الطيره يريد أن يرجع ما رجع الطير ولا يشوف الآن لا صقره ولا الحبارة ويروح باتجاه طيرانهن وهو يصوت له ويلوح ويصوت ويلوح ما شافهن ويمشي بفرسه باتجاههن خلاص خاف أنه يفقد هالطير اللي معتمدنا على الله ثم عليه مشاله مسافة وهو يصوت الطيره وبالملواح ولكن دون فائدة ما استفاد منه الزبدة يوم قطع له يجي حدود عشرين كيلو وهو يمشي بهالصحراء وهو يصوت الطيره يعني يبي طيره ما يبي حباره ولا يبي صيد المهم وهو يلمح راعي هاكه البعارين رعلبل وهو يفرح الرجال وهو يتوجه بفرسه لمه وراه يبي اسألوا عن طيره وهو شايفه وما شافه ويوم قرب للبل وهو يلمح رعلبل شاب له هاكه الضوء وقاعد له حضر هاكه شجيره ومستانس أجه لمه هو على الفرس ما حول من العجله وحبه الطير سلام عليكم عليكم السلام قال يا أخوي ما لمحت لي طير صقر يعني صقر هذه الحلياء حر أبرق مدري وش ويوص قاله رعل بالله والله يا أخوي أني ما لمحته ولا شفته لكن أنا قال أنا شفت شفت لي طيرين اثنين طيور يتكافخا يعني تهاوشا يتكافخا حضر هاك الرمثة وإني أخدت العجرة اللي هو العصاء وإني رحت وهبت هن كلهن والله جاء بكمير هدهم بضوا قاعدنا شويهن تعال خذلك طير وأنا طير الله يحييك قال ها جاء يختلف فراع الطير وهو على طول يحول من فرسه ويتوجه للضو ويأخذ العصاء وهو يأخذ العصاء وهو على طول يروح لضه وهو على طول يرفع الجمر عن الأول ويشوف الطير على هذا الخرب وهو يروح للطير الثاني يرفع فوق على هذا الصقر حقه ناظر الرجال وش يبي يسب قال ها قال لي أجهل الصقر يشويه أول اللي ما يعرف الصقر يشويه فعلا وش يلومه عليه الرجال هذا راعي أباعي راعي بعارين ما له بالطيور فما يقدر يلومه وراك ما تدري إن هذا صقر أو كذا أو كذا لا طلع حكيم يعني إذا قولت هل شك ولا الله خلاص وطيره ما شوي يقاضي فليش يقعد يهاويش أو يزعل أو شي فقال هذه اللي هو اللي ما يعرف الصقر يشويه شكرا لكم ومبيض الله جيهكم بالدنيا والآخر وفمان